وزارة الصحة وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا مباشرة من القاهرة الرئيس التنفيذي لشركة أكسيت للأبحاث الدكتور إسلام معنا أهلا بك دكتور إسلام معنا في نشرة الثالثة على الرغم من اتخاذ الدول لإجراءات صارمة للحد من تفشي هذا الفيروس لكنه مستمر في مهاجمة الدول وبرأيك إلى ماذا تعزو ذلك سؤال مهم جدا وكويس الإجراءات العزل عشان تكون فعالة محتاجة تاخد مصار من اتنين يما مصار العزل التام والعزل التام ده يعني قاسي شوية قرار قاسي وخصوصا على الاقتصاد وهو أن كل دولة تعزل نفسها لمدة أسبوعين أو ثلاثة وتقفل تماما كل التجمعات زي ما بيسموها التوتال لوكداون وهو ده مش النظام الصحر العالمية بتنصح به حاليا هي بتنصح به السيناريو الحالي اللي هو كل دولة تشوف أكتر تجمعات عليها خطورة عالية في انتقال الفيروس وتمنحها فهو دول السيناريو هنا السيناريو الأول هو السيناريو السريع صحيح عليه علامات استفهم كتير على أثر وعلى الاقتصاد لكن ده الحل لكن لو قفلنا بعض النشاطات وسمحنا بنشاطات أخرى زي نقفل المدارس والجماعات شغالة أو نقفل الجماعات وبقيت الشغل لا يتم عن بعد لكن فيه تجمعات ما ظنش أن احنا هنقدر نسيطر على الفيروس في البقر الخارجية برى الصين في فترة قصيرة خصوصاً من الصين نجح معها السيستم تعالعزل التام وحالياً زي التقرير ما كان بيقول احنا وصلنا ل11 حالة جديدة بس في اليوم طيب دكتور إسلام إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالصراخ من هذا الفيروس بعد أن صمتت طبعاً لفترة طويلة هل ترى أن الأمور قد خرجت فعلاً عن السيطرة؟ هو العالم تأخر شوية في إجراء الاحترازات المطلوبة وكله كان لتدعيات اقتصادية حتى من نظام سهر العالمية تأخرت يعني كله كان خايف من إعلان حالة وباء عالمي البانديمك ستيت علشان التدعيات الاقتصادية وده في رأيي أن كل الاقتصاد وكل الأثار الاقتصادية لا تساوي أن نسيطر على الفيروس أو حياة إنسان أمريكا كذلك الولايات المتحدة الأمريكية أخرت كتير جداً الإعلان وحالة الطوارئ لنفس السبب عشان التجارة مع بقية العالم خصوصاً أنها كانت بديل للصين وكانت فرصة كويسة لأمريكا أنها تحل مكان الصين في التصدير فأجلت إلى حد ما القرار بتاع الطوارئ وحالياً هم أعلنوا لأن كل ما هنحاول نخبي الأثر بتاع الفيروس كل ما المشكلة هتتفاقهم أنا في رأيي حالياً ده الوقت المناسب أن نكون في منتهى الشفافية وأن نحن نقلل الأرقام ونأخذ إجراءات احترازية أعلى بغض النظر عن تأثيرها الاقتصادي طيب دكتور إسلام إذا تحدثنا عن الفيروس هل تعتقد أنه قد طور من قدراته مع أعلان الصين أنها قد حاصرت وهل لك أن تطلع المشاهد الكريم عن أبرز أعراض هذا الفيروس خلينا نبتدي بالأعراض الفيروس كورونا المستحدث كوفيد-19 هو بيبدأ بيرتفاع في درقة الحرارة احتقان في الظور بعض مشاكل في التنفس والجهاز التنفسي ولا يوجد معايا رشح ما فيش راني نوز وده ما يميزه عن البرد العادي اللي بيصيب الناس وممكن وهن في الجسم دي الأعراض الأساسية طبعا الأعراض تختلف من شخص لشخص ممكن شخص الأعراض جاز التنفسي تكون فيه أجمد من شخص تاني هي الفكرة كلها أن لو الشخص سليم ومنعته كويسة غالبا هناك دراسة طفيفة وغالبا أخف الواحد عذرا للمقاطعة دكتور إسلام هناك دراسة حديثة تحدثت عن أن الفيروس قد لا يبدو أو لا يظهر على المصاب بشكل سريع دكتور بالزبط هو كل فيروس ليه فترة بيسموها فترة حضانة فترة الحضانة دي لا يوجد فيها أعراض والمفروض أن في فترة الحضانة الشخص لا ينقل الفيروس لشخص آخر إلا في كوفيد 19 الفيروس كورونا المستحدث ده الفيروس الوحيد من عائلة كورونا اللي بيتنقل من شخص لشخص حتى في فترة الحضانة ليه ممكن تمتد لغاية 14 يوم حاليا في بعض الدراسات أنه يطور من نفسه زي ما التقرير كان بيقول طيب دكتور سؤال أخير وباختصار شديد البعض يقول أن الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة قد تقضي على الفيروس هل توافق هذا القول وباختصار شديد؟ لا يوجد أي دراسات على هذا الموضوع حتى النظام السهل العالمية لما تسألت نفس السؤال قالوا أنه ما عندهمش ما يثبت أنه ينتهي وأنه هو موسمي وينتهي بانتهاء الصيف فإحنا مش مفروض نحط احتياطات لكذا من القاهرة الرئيس التنفيذي لشركة تيكسيت للأبحاث الدكتور إسلام عنان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة